السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم محمود ربيع النهاردة هنتكلم على زراعة الجهنمية او زراعة المجنونة بالتعيين زي ما انتو شايفين كده هنبدأ باختصار على طولها الأول حاجة ندعمنا بلايك وشير وشارك وكل جديد جبنا طبعا عقل الجهنمية بتجيب اي غصن والغصن يكون قوي زي ما انتو شايفين كده العقل حوالي 10 سنتي او على حسب البراع من اللي فيها الفيديو ده مهم جدا وتابع من اول الاخر عشان تقدر تسفيد وتعرف ازاي تنجح معنا تاني حاجة جبنا هنا تي التربة يا جماعة وافضل تربة تزرح فيها تربة البطموس تربة البطموس دي بتتباع في المشاتل ودي تربة يعتبر تربة صناعية من اوراء الشجر وبيعملوها زي التربة خفيفة كده متحملش مية بس بتكون العقل اسرع حاجة فيها بتنفع فيها العقل واي عقل تاني حاجة جبنا معنا ودي مهمة جدا اللي بيستخدموها في المشاتل وانا بتكلمهم ده بنروح نجيب مبيت فطري نحطه في المية اللي بتحط فيها العقل فده يا جماعة مية فيها مبيت فطري ليه بقى عشان العقل ما تعفنش ناس كتير جدا بتقول العقل بتعفن من تحت العقل ما بتنفعش العقل مش عارفة فده من افضل الحاجات اللي انت تحطها هي مبيت فطري زي ما انتو شايفين اهو ده مبيت فطري على وده تقدر تشتري تقدر تشتري كمية صغيرة جدا بديل هورمون التجزير طبعا اجيبنا العقل اهي الصنا العقل طبعا بتكون فيها ورقتين من فوق طبعا طول العقل عشرة سنتي بتبدأ انت ده تحطها في هورمون التجزير قبل ما تزرع مباشرة ليه عشان تمنع لو العقل او بتاع فيها اي فطريات او بكتيريا وعشان تنفع معنا وده كانت اثر احترايا جماعة جابت معنا نتيجة وبنتوصل نتيجة لتسعين في المية من نجاح العقل زي ما انتو شايفين كده اهي تاخد بقى العقل كلها طب هل دي تنفع في الجونابية بس البتاع ده لا المبتاع المبيد الفطر اده هتحطه الجميع انواع العقل لو انت هتحط ورد جوري هتحط اي حاجة تزرعها هتحطها في مبيد فطر زي ما انتو شايفين اهو حتناه في مبيد فطر للمدة ساحتين طبعا وغادي جبنا التربة هنا هدي التربة المطمس وهدي المبيد الفطر طبعا لازمة ترويها الاول تسقيها المية الاول وبعد كده تبدأ تزرع فيها زي ما انتو شايفين كده كده بدأنا تزرعنا بدون هرمون لو انت عايز تزرع بهرمون تجزير زرع عايز تزرع بقرفة وعسل ينفع كل حاجة بتنفع بس انت ده بديل يعني ده التالمة حطتها في المبيد الفطري خلاص زي ما انتو شايفين كده زرعنا ولما تزرع زرع عقلتين وتلاتة في الاسقيس طبعا دي بنحطها تحت نفأ بلاستيك لمدة 21 يوم بعد كده بتبدأ ان هي تطلع زي كده ودي كانت النتيجة دي حوالي بعد حوالي 40 يوم يا جماعة زي ما انتو شايفين هي النسبة النجاح حوالي 90% تلاتة عقل لجحه الحمد لله وطبعا بتسقيها كل سباح ايام على حسب الراي بلاش تعطشها تحطها في الشمس تحطها تحت غطى بلاستيك لو الجو عندك بارد وتبدأ تسقيها كل سباح ايام وما تخافش علىها هي تبدأ ان هي تنمو ولو ما طلعنش ورق بتبدأ ان هي تدفع غزور الاول وبعد كده بتطلع ورق من فوق ودي كانت نسبة نجاح الجو عندما دعمنا بلايك واي سؤال سجله في قمانت تحت والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة